موقع كوتش نيوز السوداني قال أنه في تفتيش شخص للمشجعين قبل دخول المباراة وقال أن عقدت اللجنة المحلية المنظمة لمباراة الهلال والأهلي اجتماعاً أمس في مكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات وبحضور تمثيل الهلال بقيدة الدكتور حسن علي عيسى الأمين العام للنادي والأستاذ مهيار الطيب سكرتير المكتب التنفيذ والجهات النظامية تم التأمين على فرض ضوابط مشددة للمباراة تبدأ بالتفتيش الشخصي ويتم فتح الأبواب للجماهير عند الساعة الثانية من ظهر السبت 1 فبراير حددت فئات المباراة بواقع 20 40 60 80 300 جنيه وقال للمناصق الأمني للمباراة المكلف من قبل الكاف المستر إيفات أوكارو أرومبا من كينيا اطمئن على كل الجوانب التأمينية الخاصة بالمباراة موقع آخر لحظة آل الأهل والهلال تهدئت ما قبل العصفة الأمن السوداني ضبط محرضين والداخلية المصرية تلاحق مروجين هو ده أهم حاجة بقى لأن الشرارة بدأت من هنا وأصبح الأسماء معروفة وللأسف بعضهم يعني ينتمي إلى المجال وعناصر إعلامية ولها موقف متكررة من أيام مطش المحلة ومطش برسعيد ومع الإسماعيلي ومع المصري وبعدين مع الترجي وبعدين هما هما للأسف الشديد يعني أنا باستغرب إزاي بيعرفوا يناموا هما بيسعوا إلى احتدمات وربما إراق الدماء يعني كيف يتسنى لعاقل أنه يخطط لهذا الأمر والأسف الشديد واحد منهم يعني قبل مطش المحلة اللي هو كان قبل مطش برسعيد في 2011 قاعد يسخني جميل ده بيقوله عليكم مش عارف الفلاحين ده بيقوله عليكم إيه فتسبب في الشرارة وقبل مطش برسعيد برضو فضل مكمل وبعدين بعد ما حصلت وقع طلع يعاية دموع التمسيح عشان يخسل إيده من الموضوع ويتكرر الأمر يتكرر الأمر وإحنا ذكرنا بعض الأحداث ولما قلت لك أيام معتاصم سالم بصرف النظر بقى إن المسألة مسألة اللعيب ينتقل أو لا ينتقل مش إيه دي القضية القضية إنك أنت بتروع على طول رايح في إيسارة التحريد والتهيج مش فكرة إنك بتلعب جيم في الملعب أو بتحب اللي بتحبه وإنت حر لكن أن ينتقل الأمر إحنا بقوله قمة المسألية مسألية القمة فين المسألية؟ هي دي اللي إحنا بندور عليها وللأسف في حد تاني برضو لقيته بيعمل حاجة غريبة جدا مش هذكره دلوقتي الحد بعد المطش رغم ما كانتو كأعلامة كبيرة